بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله حياكم والله طلاب وطالبات ثانية ثنوي الفصل الدراسي الأول هنا نموذج جميل وهو جديد الآن منتشر في السوشال ميديا اختبار رائع أول سؤال دائما في الاختيارات وغالب المعلمين ومعلمات يضعون مثل هذا النموذج أو مشابه له نبدأ بسم الله حدد مجموعة العداد التي ينتمي إليها العدد سالب واحد على ثلاثة هذه درسناها في الباب الأول وقبل شوي شرحناها في المقاطع اللي بالبثوث باليوتيوب حياكم الله اللي ينضم معنا فهو شاهدنا في البثوث وفي القناة في قناتنا هنا وفي البثوث راجعوها كل الدروس الأبواب راجعناها وأيضا تمارين في صندوق الوصف رجعوا لها سالب واحد على ثلاثة شفنا كسر على طول أروح للا نسبية لو شفت كسر أروح لنسبية هنا فيه نسبية وهنه نسبية وهنه نسبية هذي نسبية وصحيحة لا مصحيح لأن في كسر طبيعي لا مطبيعي لأن في كسر نسبي وحقيقي أو صحيح ونسبي وحقيقي أي الصواب ايش? نسبي اللي هو كيو. كيو ايش? كيو ار. ممكن يجي غير السؤال يقول لك كيو ار. يقول لك كيو ار. او ممكن يسألك بدل لكيو ار يعطيك رمز واحد بس. يعطيك مثلاً كيو. وهنا زد صحيح. وهنا يعطيك ان. وهنا يعطيك. مثلاً غير ذلك. مثلاً. شو تقول اللي تقول ايش? كيو. اصغر مجموعة ينتمي لها هي كيو. وكيو ومع الار. طبعاً اي واحد ينتمي الكيو فهو ينتمي الار. واللي ينتمي الزد ينتمي الار. واللي ينتمي الان زي ما شرحناها قبل قليل شرحناها. والمقطع موجود بالثناء قبل شوية في اللايف. في اللايف. اذا الحل الصحيح هو الشو? النسبية الحقيقية. اما اعتقيها بالرمز ولا بالكتابة. هنا بسط. هيا فارس. خليك معنا يا فارس. التبسيط وش? التبسيط نوزع. التبسيط. هذا العدد هذا جاي جنب القوس. تذكر انه جاي مو يصور. لا يضربهم. يضربهم. ما يصور جنبهم. يضربهم. والخمسة تضرب ايضا. تضرب الحدين. اذا ضرب هذا اثنين صار اثنين اكس. ولا تنسى ايضا اثنين تضرب في ثلاثة لا تنسى صارت ستة زايد ستة. زائدا. الخامسة برضو هتضرب في اثنين اكس. كم تصير يا فارس او اللي معنى بالبث اللي بشات ها? من يقولنا? هذا حيكون كم? هذا الان حدين خلصنا منهم. اثنين اكس زايد ستة. ها ها انا جبتها. انتو جيبوا الثانية. كم يصير? باقي حدين. ها كم? خمسة اه بتصير العشرة زاد عشرة. زايد عشرة ايش? عشرة اكس. ايوة. في احد يرسل ناقص خمسة. واحد. ناقص واحد ولا ناقص خمسة? ناقص واحد الساو. اللي جاوبوا ناقص واحد لا. لا خطأ. الخمسة هذي فيهم كلهم. هذي الخطأ بعض الطلاب يختون فيها. الخمسة فيهم كلهم. خمسة مضروبة باثنين ومضروبة بسالب واحد. خمسة في سالب واحد سالب خمسة انتبه. الان نجي نجمع. هو يقول لك بسط. لازم تصير ابسط صورة. اذا اثنين اكس وعشرة اكس. كم تصير? بالله ارسلوا بالشات. كم تصير? لو هاد قول ثلاش اكس. ايوة اثناش اكس. يبقى ستة موجب مع ناقص خمسة. انتبهوا مو ناقص واحد ناقص خمسة. كم يصير? اذا هذي تصير ايش? واحد. اللي الخيار الصحيح هو الف. لازم احل. الخيار الف هو الصحيح. وتأكد. واضمن الدرجة مية بالمية. درجتي صحيح. اتأكد. اراجع. دايما الاختيار لا تختار على طول. لا. اقرأ السؤال. وافهم. وحل. وحلل. فقرأ لبعدها. في عندك تشويش يا فارس انت. يلا. اوجد مدى العلاقة هذي. المدى قيم اكس ولا واي? ها? قيم واي. واي. فيه تشويش عندك يا فارس. اللي ليت واحد يقرأ غيرك عبد المحسن. واي. قيم واي. وين الواي? سالب واحد ولا الخامسة. ها يا عبد الله. وين الواي? اللي احنا نبدأ اذا كان في انجليزي نبدأ من اليسار. اذا دائما الاكس اليسار وهذي واي. هذي واي. اللي هي خمسة يسار. ايوة وهذي الواي وهذي الواي. هذه واي وهذي الواي. وهذي الواي. جبناها. حجد اذا كانت هذه العلاقة دالة ام لا. وين الواي? خمسة وكم? خمسة وثلاثة. طبعا ما نكرر الثلاثة. خمسة وثلاثة هذي خمسة وثلاثة. وهذي خمسة ثلاثة. زين? هل هي دالة ام ليست دالة? مين يقولنا? كيف نعرف انها دالة او ليست دالة? بناء على الاكس. تكررت الاكس او لا? هذه الاكس. وهذه الاكس. تكررت او لا? تكررت. يعني العنصر سالب واحد ارتبط بالخمسة وارتبط بالثلاثة. اذا فشل الاختبار الرأسي. هذا هو. لو حطينا خط الاعداد. وشفنا هنا سالب واحد. راح مع الخمسة فوق. وراح مع الثلاثة اقل من اللي فوق. اقل منها. اش كوي؟ هذه ثلاثة. ثلاثة واي وهذه خمسة. اذا هذا فشل اختبار الخط الراسي. صار نقطتين فوق بعض. اذا هذه ليست دالة. اذا الصواب هنا. انما هي علاقة. فعلا ثلاثة وخمسة. هو يقول دالة? نقول له لا ليست دالة. هذا السؤال انتبهوا له. لازم تعرف. زين هذا المدى? المدى عرفنا. خمسة وثلاثة. زين المجال? المجال يكتبوه يا الله يكتبوه لي المجال هنا. يلا السريع. حمود معنا يا حمود. المدى. عرفنا المدى. ثلاثة وخمسة لكن ليست دالة. المجال. ايوه. المجال قيم اكس. سالب واحد. وسالب واحد طبعا ما نكرر. وسالب اثنين. اذا نقول سالب واحد. وايش? واثنين. السؤال اللي بعده. ها? اللي بعده. اذا كانت جي اكس ساوي. الدالة هذي تساوي اكس تربيع. فاي عبارة مما يأتي تساوي جي. اكس زايد واحد. هذي بالتعويض اعوض بدال اكس. احط اكس زايد واحد. احط اكس زايد واحد هنا. احط اكس زايد واحد. اكس زايد واحد. الكل تربيع. لازم هو يقول لك حط تربيع. هنا الاكس ربعناها هالمرة. هذي اللي داخل القوس ربحها. وهذي لما ربحها تصير اي اي الخيارات صحيح? آآ السادة نوران يقول جيمسا. جيم نعم جيم. التربيع هذا معناها اكس زايد واحد اضربها في اكس زايد واحد. زي هذي زي هذي اكس ربحتها اين اكس في اكس. هذي اكس زايد واحد اضربها في اكس زايد واحد. وهذه لها قاعدة درسناها من المتوسط ونعيدها الآن. هي بتضرب تقعد اضرب على كيفك وجمع يطلع لك هذه يطلع لك هذه اللي هي مربع الاول زايد اثنين اثنين في الاول في الثاني زايد مربع الثاني. ربع الاول اكس تربيع وربع الثاني واحد تربيع صار واحد ثم اثنين في الاول في الثاني. نعم. سؤال جميل جدا. وممكن يغيره او يسهل لك. يعطيك مثلا اي? يحط لك اي? نفس الشيء. اذا اي زايد واحد يطلع اي تربيع زايد اثنين اي? زايدا واحد. اذا اعطاك اي الوحدة تصير اي تربيع. اذا او حط لك واي زايد واحد او زايد اثنين نفس حكاية تطبق هذه العلاقة. اذا اعطاك كم يطلع الناتج? يلا. اه. لو طلب ثلاثة جي عنده ثلاثة. يعني صورة الحدث ثلاثة. كم يطلع? يحد ارسل. لو حط ثلاثة عود ثلاثة. ايه سادة نراعي سادة. ايوة كم طلع? ايوة. طلع السادة واحد سادة. لا لو حطيه ثلاثة يا عبدالله الله يهديك ثلاثة تربيع كم? لو حطيه ثلاثة ثلاثة تربيع كم? ثلاثة تربيع يعني يضربها بنفسها كم? نور ها تقول سادة تسعة زاد ستة اك زاد واحد. لا 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 بدون هذي بدون. لو حط ثلاثة عدد ثلاثة بس حاف. لو حط ثلاثة يا فارس كم يطلع? تسير تسعة بس. انا قلت لك حط ثلاثة عدد حاف بدون تغير ممتغيرات. زين? هنا حدد المدى للدالة هذي. آه. هذي دالة قيمه مطلقاه. المجال لها آر. لكن المدى من يقول المدى? المدى نشوف اللي بره هذا. اذا صفر نقول واي اكبر او يساوي صفر. هنا وش يصير? متى نقول جميع العداد الحقيقية? اذا طلب المدى? اذا طلب المجال? اذا طلب المجال? هذا المجال. جميع العداد الحقيقية? هذا المجال. لو طلب المجال? انتبهوا للسؤال. بعض المدرسين يمكن يغيرون السؤال هذا. يقول يطلب منك المجال. لو طلب المجال يغير السؤال. هذا يبدأ الكلمة مدى يحط لك المجال المجال لا شفت قيمة مطلقة أو كثيرة حدود مجالها آر لكن المدى يختلف في كثيرة حدود يختلف المدى في كثيرة حدود يصير إيش من إيش لإيش لو رسمتها هذه لو رسمناها زي كذا ورجع رسمتها واحد يرسل رسمتها واحد يرسل رسمتها في الجو جبرة ها يلا يا حمود جيبوا لي رسمتها رسلوها بالقروب رسمتها ها قيمة مطلقة حرف البي كذا هذه قيمة مطلقة ناقص أربعة أروح ناقص أربعة واحد زلين ثلاثة أربعة تصير زي كذا تصير زي كذا يعني معناها هادي راحت هادي راحت ها تصير إيش المدى حيصير كام المدى حيصير من سالب أربعة وفوق وطالة لأن المدى هو قيم واي هذا الارتفاع هذا وين نازل نازل إلى أقل شيء سالب أربعة إذن من سالب أربعة وطالع فوق ها يلا كم حيصير الحل هادي قالي إكس أكبر من أربعة خطأ ما أنها شغل إكس واي المدى واي يا تقول واي يا تقول إفليكس يا تقول واي يا تقول إفليكس ها طبعا هنا من سالب أربعة وفوق يعني أكبر أو يساوي إيش سالب أربعة متى أختار الصفر إذا كان قيمة مطلقة قيمة مطلقة فقط وبدون عدد ما في جنبها عدد إذا ما في جنبها عدد اختار هذه إذا جنبها عدد أقول واي أكبر من يساوي نفس العدد نفس العدد اللي جنبها عرفناها إن شاء الله فارس معنا بالله ارسلوا رسمتها هذه ارسلوا رسمتها في القرب أبشر أبشر خلاص الحل وش هو الحل هنا إيش بأ انتبهوا ترى تجي بالاختبار زي هذه يقولك صح وخطأ اختار كذا إذا حط لي زايد أربعة تصير واي أكبر أو يساوي أربعة أو إفكس يا يقولك واي يا يقولك إفكس أتمنى تكون واضحة هذه فقرة هذه مهمة تجي يلا نجي اللي بعده الفقرة ستة أيوم مما يأتي ليس جزءا من تعريف الدالة الممثلة في الشكل طبعا هذا فيه فيه خطأ مطبعي بس مو مشكلة لنعدلها لكم الآن ها هذا الميل سالب ويقطع عنده واحد هذا يقطع عنده اثنين إذا كانت إكس شوف إذا كانت إكس أكبر أو يساوي واحد هذا واحد يعني هنا هذا الجزء الجزء هذا هل عبارة هذه سالب إكس انزل فعلا نزل سالب ويقطع عنده الواحد فعلا لو كملت يقطع عنده الواحد إذا هذه صح هو يقولك ليس انتبهوا الكلمة ليس هذا ضمن الحل زين هنا إكس سالب ثلاثة حيث إكس أصغر من سالب اثنين يعني هذه سالب اثنين روح يسار روح يسار إكس سالب ثلاثة إكس ناقص ثلاثة وحيث الإكس أصغر من سالب اثنين هل هذا هذا طبعا ثابتة هذه هذه دالة إيش ثابتة من يقول لي كم هذه عنده سالب ثلاثة أيوة هذه سالب ثلاثة تراها هذه واي ساوي سالب ثلاثة يعني سالب ثلاثة هذه سالب ثلاثة واي ساوي سالب ثلاثة هو ما قال لي واي ساوي هذه سالب ثلاثة ليس جزء هو يقول لك ليس جزء انتبهوا للنقطة هذه ليس جزء شوف هذا اكس هذا خطأ هذا خطأ ليس جزء طبعا هذا مفروض يحط سالب اثنين هنا الخطأ هنا الخطأ مطبعي هنا خطأ مطبعي هذه سالب ثلاثة صح سالب ثلاثة قيمتها سالب ثلاثة قيمتها سالب ثلاثة عندك سالب اثنين اصغر من سالب ثلاثة اذا رحنا يسار قيمتها سالب ثلاثة بالله ارسموها هذه ارسموها حطوا هذه وهذه مع السالب شفتوها وحطوا هذه هذه يقول لك اذا بتوين من سالب اثنين من سالب اثنين الى موجب واحد طبعا هذه مغلقة عنده سالة اثنين مغلقة شفتوها وعند الواحد مفتوحة ليش مفتوحة لان ما فيه ما فيه ساوي هنا مفتوحة زين هذه قيمتها تصير اك زايد اثنين يعني الميل موجب ويقطع عنده اثنين نعم صح هذه صح ارسموها بالله ارسموا هذه وهذه وهذه اذا الحل يقول اللي ليس جزء هذا ليس جزء هذا ليس جزء من تعريف الدالة اذا عبارة عن ثلاثة اجزاء الدالة عبارة عن ثلاثة اجزاء هذا الجزء الايمن هذا هو رسمته هذا الجزء الايسر هذا هو رسمته هذا الجزء الوسطي اللي بالوسط هذا هو هذا الوسط هذا الأيسر الفرع الأيسر وهذا الفرع الأيمن شوفه كيف عرفت أن الأيمن X أكبر يساوي واحد هذا هو هذا الأيمن هذا الفرع ليس من ضمنهم مو موجود هم ثلاثة فرع هذا الأيمن إذن هنا خطأ أتمنى تصحيحه حتى اللي بيأخذ النموذج بعض المعلمين أو المعلمات ترى في خطأ هنا لا يربك الطلاب لا يربك الطلاب لاختبار أتمنى يعدل هذا واضح بالله ارسموا الرسمة هذه ارسموها لي ارسموها الجو جبرة ترى يرسمها بس حط فاصلة له ويساوي سالب ثلاثة وحط فاصلة X أصغر من سالب اثنين ثم حط Y يساوي X زايد اثنين حط فاصلة واكتب هذه زيها وهذه حط فاصلة يكتب Y يساوي سالب X زايد واحد وحط فاصلة ويطرع لك الحل زين عشان بس نتأكدهم هنا أي أنظمة المتبينات ممثل في الشكل المجاور الشكل المجاور الآن في واحد منقط وفي واحد متصل هذا منقط ومنتصل منقط ومنتصل منقط ومنتصل إذن لازم ندور طريقة ثانية في طريقة ثانية سهلة وجدًا في طريقة تكتشفها إن هذا يقطع عنده اثنين يقطع عنده اثنين وميلة سالب من اللي يقطع عنده ثانين وميلة سالب لازم أرتب المعادلات هذه أخليها بواي في طريقة ثانية بعد أسألكم جرب في نقطة أشهر نقطة هنا هاة النقطة كم هي بالله قلوا لي النقطة هذه عشان اجرب فيها لأنها هي منطقة الحل أجرب في منطقة الحل منطقة الحل هذي کم النقطة هذي بالله وش هي كم النقطة هذي بالله قلوا لي النقطة هذي عبارة عن كم في أحد درس له يفارس برهان اثنين تقول اثنين وكم النقطة لازم فيها محورين حداثيين زوج مرتب بثنين وكم اثنين وصفر اثنين وصفر اثنين في دالكس هنا صفر اثنين في اثنين هنا جربنا بالبا اثنين في اثنين اربعة زاية صفر فيصير اربعة تصير أربعة أكبر من أو يساوي اثنين صح زين جرب هنا بعد حط هنا اثنين ناقص جرب حط الواي صفر اثنين ناقص صفر يعني اثنين اثنين أصغر من ستة ايوة هذا حل لكن نجي للمنقص وش المنقص هذا هل هو هذا متصل هذا متصل شنو المتصل الواي حقه سالب اثنين متصل هو حطه منقص اذا هذا حل خطأ صح انه يحقق لكن خطأ لان اشوف الواي هذي اركز اركز انا اتصال انا اشوف انا بشوف في نقطة ثانية قبل اني اجرب اشوف هذا المنقص عبارة عن ميلة سالب ويقطع عند اثنين منو اللي ميلة سالب كيفو ميلة عبارة عن سالب اثنين هذي لو حطيتها جربتها قلت عدلتها تصير واي كيف عدلها امسك واي يساوي ود اثنين اكس تصير سالب اثنين اكس زايد سالب اثنين اكس زايد اثنين زائد اثنين هذا هي وزين هذي وده هناك تصير سالب ثلاثة يساوي سالب اكس زائد ستة اخليها بالصورة قياسية اكسم على سالب ثلاثة يطرع لي الميل موجب اكسم على سالب ثلاثة يطرع هنا سالب اثنين فعلا هذا سالب اثنين اذا هذا المستقيم الاول هذا هو منقط بس هو حط لي مو منقط حط لي مو منقط اذا الباء استبعدها لانها حط لي عكس بعض المنقط حطه متصل والمتصل حطه منقط اذا نجرب اللي بعدها هذه تشبه لها ترى هذه زي هذه شايف هذه الان حطه اثنين اثنين في اثنين اربعة زائد صفر اكبر من اثنين نعم اثنين في اثنين اربعة اكبر من اثنين نعم وهذا منقط هو حطه منقط وهذا يجرب اثنين يطلع اثنين ناقص صفر اصغل منه يساوي ستة نعم صحيح وحطه متصل وهذا حطه متصل هذا المستقيم الثاني اذا هذا الصحيح فقرة جين فقرة جين يعني يبيلها بحث ويبيلها انك تكون فاهم الرسم وين يكون بين المستقيم وين لازم تجرب ايضا اسرع جربنا بالنقطة هذه اللي ضمن منطقة الحل نجي لهذه المصففات ها يا فارس شي يقول احد رسم احد ارسل الرسم هذه قيمة العنصر اثنين ثلاثة اثنين هذا حق الصف والثلاثة حق العمود هذا الصف الصف الاول وهذا الصف الثاني كم اثنين وثلاثة هذا سهل كم واحد واحد هذا سهل يجيب اختبارات هدية تحديد العنصر هذا هدية وهذا من درسين يجيبونا زين اذا كانت رتبة المصفوفة بعد الضرب بعد الضرب ثلاثة واثنين يعني الناتج ثلاثة واثنين والمصفوفة ايه ثلاثة واربعة ايه كذا ايه ثلاثة واربعة كم البي بي ما ندري كم هو يسألني عن البي وهذا ناتجهم السي اللي هو اي في اي في بي انتبه ترى يمكن غير السؤال يقولك بي في ايه انتبه تبدأ فيش اي في بي ثلاثة واثنين كم هنا حيكون مدام ضرب المصفوفات لازم هنا الصف هنا او العمود هنا الصف لازم يكون زي هذا كم هيكون كم اجاوب السؤال ها ايوا اللي هو اثنين ضرب الله اهديك اكتب بالله اكتب الشات اكتب الشات لكب تنين تنكبه هذا اربعة يصير هذا اربعة لازم عشان يتحقق الضرب لازم عدد اعمدة المصوفة الاولى يساوي عدد صفوفة الثانية هو يبيه الثانية اذا هذا يصير اربعة زي هذا ضرب الثاني كيف اجيبه اجيبه هنا لانك راح تكنزل اربعة من اربعة يبقى لك ثلاثة في كم هذا لازم يكون ايش اثنين زي لي عطاني اثنين اذا كم الناتج اللي هو يحيكون ايش الناتج فقرة ايه ومر علينا هذا بالكوزات ومر علينا واضحة اللي بعد ايه فارس واضحة هذه فارس حمود زين خلاص اجي نحل ونمشي مو مشكلة ها اذا كانت قيمة المحددة تساوي سالب اثنين فان مئم تم تساوي المحددة اضرب القطرة الرئيسي اضربهم بعض اثنين ام ام في اثنين ام في اثنين 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 ام ناقص حاصل ضرب القطرة الاخر ناقص عشرة ناقص عشرة يقول لي هو يقول تساوي سالب اثنين تصير سالب اثنين احل هذه اجيب ام الام هذي الآن سالب عشرة وديها هناك تصير موجب عشرة تصير موجب عشرة كم يصير الناتج هذي راحت سالب عشرة اثنين امي ساوي كم اثنين امي ساوي كم يساوي سالب اثنين زائد عشرة كام من اللي معنا يشارك سالب ثمانية 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 ايوة ثمانية ها اذا الخيار ب اذا اثنين ام يساوي ثمانية اثنين ام يساوي ثمانية اذا الخيار ب اش رايكم الخيار يصير ب ثنين ام يساوي ثمانية ثنين ام يساوي ثمانية اربعة يصير اربعة انتبهوا يصير ايش اربعة انتبهوا دايما لما تحل لازم تكمل الحل مو تشوف ناتج وتحل على طول تقولي صح ثمانية لا لازم تكمل الحل ها حاصل ضرب المصففتين قفل المايك قفل المايك رجان حاصل ضرب المصففتين ها اضرب صف في العمود الاولاني ها اباضرب واحد في ثمانية بالله اجيبوها اجيبوها انتم يلا نعطيكم فرصة تحلونها بالخطوات عشان نشوف اي خيار صحيح يلا دقيقة طبعا اي صح الضرب صف في العمود الاول ثم صف في العمود الثاني او نروح للصف الثاني صف ثاني في العمود الاول خلصنا رح صف الاول في العمود الثاني ثم صف ثاني في العمود الثاني واحد في ثمانية وارفتر ثورها ساعد قلب بأ بأ نشوف البأ يلا نضرب صف واحد في ثمانية ثمانية زايد سبعة فاربعة اربطعش ثمانية زايد ربطعش ثنين وعشرين هذا هي صح بأ خلص ما يحتاج أكمل تب تكمل كمل كمل عادي كمل واحد في صفر صفر سبعة في سالب ثمانية سالب ثمانية ثم سالب خمسة في ثمانية سالب اربعين وصفر في اثنين صفر سالب اربعين ثم سالب خمسة في صفر صفر وصفر في سالب اربع صفر يبقى صفر إذن الجواب هذا وصحيح وطب ريحنا من أول من أول عنصر اكتشفنا الحل لو حطانا هنا ثنين وعشرين لو حطانا هنا ثنين وعشرين وهن ثنين وعشرين رح أكمل العنصر اللي بعده انتهينا وواضحا اللي بعده قيمة اكس قيمة اكس اللي تجعل المصوفة ليس لها نظير قبل شوي حنا كم سويناها قال تساوي سالب اثنين هنا نجعل المحددة ليس لها نظير ضربي لا يعني معناها ان المحددة تساوي صفر اضرب اربعة في اكس زين قبل شوي اربعة اكس ناقص ثلاثة في ثمانية اربع وعشرين يساوي كام المصوفة ليس لها نظير ضربي شرحناها ارجعوا المقاطع تلبثو في القناة مهمة جدا ومع الروابط الموجودة في صندوق الوصف ليس لها نظير ضربي يعني ايوة يعني ليس لها نظير ضربي يعني المحددة نجعلها تساوي صفر حتى تساوي صفر احل هذي جيب قيمة اكس كام اكس اه او 24 يعني حاصل ضرب القطرين القطر الرئيسي يساوي حاصل ضرب عناصر القطر الاخر واضحة يودها للطرف الاخر 24 نقسمها على 4 يطرع كام 6 يطرع كام 6 إذا قال ليس لها نظير ضربي يعني اجيب المحددة وحط يساوي صفر وحل المعادلة حل ها وتطرع بإذن الله سهلة زين لو عطاني سالب اكس يطرع يش الناتج سالب 6 لو عطاني سالب 3 يلا بنغير لو عطاني سالب 3 يصير كم هنا هذه صالب 24 كم يصير أيضا هل يصير 6 يصير كم هذا يصير موجب يصير موجب 24 ود للطرف الآخر يصير سالب 24 وقسمها على 4 يصير سالب 6 وليس 6 أتمنى تكون واضحة إذا واضحة رسله رقم 1 يلا حل المعادلة باستعمال القانون العام باستعمال القانون العام نحدد A 1 B 1 C 2 سالب 1 معنا يا فارس في طريقة في طريقة سويناها ونبنعيدها ثلاث مرة امسك اللي جنب X هذا ربعة كم يصير يلا بنكتب شوي ربعة اللي جنب X ربعة يصير 1 زايد تحت الجذر زايد خمسة هذا المميز المميز جذر خمسة إذن يا هذي يا هذي زين اللي باقي الباقي الآن ربعته الفوق ربعة فوق ربعة زين تبتشوف هذا الجذر خمسة تبتشوف الثاني الآن الواحد اعكس شارته شوف اعكس شارته هذا الواحد اعكس شارته يصير سالب واحد موجب وسالب جيب هذا اللي فوق قل تعال هنا جذر خمسة جذر خمسة إذا نطق نطق لكن خلى ما ينطق جذر خمسة ما ينطق خلى زي ما هذا ادبل اللي هو اضرب باثنين تذكر اثنين هذي تذكر اثنين اللي هني واحد اضرب باثنين اضرب باثنين تذكر لهذه اثنين إذا كان ثلاثة حط ستة إذا كان واحد يعني ما كو شي اضرب باثنين اثنين إذا ايش الخيار الصحيح فقرة فقرة اي فقرة الف ولا باء ولا جيم ولا دال باء اي وباء هذه نعيد الحركة هذه نعيد عشان ما تكتب ما تكتب إذا هي مرتبة شوفوا نعيد هذه المرة عشان تحفظونا ما تنسونا نطبقها على أي شي يليت وحدا نحصر وحدا نحصر بعد شوي نحصر وحدا نطبقها له ها اللي جنب الـ ربعة يطلع واحد زين اللي قدام واللي وراء اضربهم بعض واحد وسالب واحد يطلع سالب واحد ثم اضربهم باربعة يعني لا تدبل اضربوا باربعة يصير سالب باربعة اعكس شارتهم يصير هنا سالب 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 باربعة يصير موجة باربعة يصير خامسة يصير خامسة اجذرها بس بعدين انزل حتى بتجيب الباقي شتجيب الباقي الآن هذا ربعته لا لا تربعه اعكس شارته هو واحد ربعته طلع واحد الآن اعكس شارته صالب واحد بدن زايد او ناقص. جيب الجذر اللي طلعت فوق حطه تحت. جذر خمسة. زين اللي تحت ادبل. رح هذا ابو دبل هذا ابو اثنين. اضرب اللي هنا. اضرب ابو واحد يصير اثنين. بس. بس رأيكم بالقانون العام سهنى لكم. والله سهنى ترى. ما حد سوا الحركة هذه. بس انك التعود عليها تضبط ها. ان شاء الله تجي مسألة ثانية الحين نحلها. كبتروها وانشروها. قل هذه طريقة سدع بيت. اتجيبها وانت مغمض بعدين اذا عرفتها. هذه هي الجواب هذا هو. انا سويتها بالحركة هذه على الطول تضبط. هنا ان شاء الله تجينا واحدة الان نعلمكم شون. ها? المعامل الرئيسي. ويش المعامل الرئيسي? اكبر اس ويش هو? هذي اي درجة? درجة ثالثة. هذي الدرجة ثالثة ركز على اكبر اس. ما هو المعامل الرئيسي? ما قال للدرجة? قال المعامل الرئيسي. المعامل على اسمه المعامل اللي معها معها. اللي معها. كم اللي معك استكهيب? سالب سبعة. سالب سبعة. واذا قال لحد الثابت واحد واذا قال درجتها اقول ثلاثة بس زين هنا اوجد ف الثلاثة عنده ثلاثة للدالة هذه والله هذه مهمة هذه هذه جبتها باختضار قدت هذه جبتها الدرجة هذه كلها تجي باختبار اي اختبار تجي ترى مو نفسها بس يغير كثيرة وغير اه المعادلة او شي يلا حلها اوجد ف عنده ثلاثة شا سوي هو قال لي هاذي اكس صح هنا اف اكس صح هنا اف ثلاثة يعني شيل ال اكس هو هو سوى هو شال ال اكس حط ثلاثة انا شيل ال اكس حط ثلاثة حط ثلاثة وحط ثلاثة جنب التسعة لا تقول لي ثلاثة تسعين لا اضربها ببعض سبع وعشرين صح زايد خمسة برة وثم التسعة ربح التسعة ربحها يعني يضربها بنفسها يطلع الثلاثة ربحها الثلاثة ربحها يضربها بنفسها يطلع تسعة كم يسير كم يسير ما يطلع سالب كلها سالب سالب ما يطلع واحد وربعين اجل بدون حسبة بدون حسبة زين استعمل التعويض التركيبي اللي هي القسمة التركبية لا اقدر استعمل القسمة يلا ستبين استعمل 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 سهلة شنو اللي حطه بالبوكس الآن شنو حطه بالبوكس هيا فارس احط ثلاثة في البوكس لا عكس شرطة لا لا هذا عكسة جاهزة هذا اذا كان جبه اكس تعكس شرطة لو كان اكس زايد زايد ثلاثة او ناكس ثلاثة تعكس شرطة لكن هذا لا ما تعكس حطه بالبوكس ثلاثة والمعاملات كم هنا قلوا لي واحد ثم تسعة ثم وخمسة حط كسر حط خط ينزل اول واحد ينزل واحد واحد في ثلاثة 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 اجمع ثلاثة وتسعة اثنعش 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 في ثلاثة الآن قلنا اثنعش اثنعش في ثلاثة كان ستة ثلاثين ستة ثلاثين اجمع حام خمسة وستة ثلاثين وواحد واربعين هذا هو هذه طريقة التعويض التركيبية أو عن طريقة القسمة التركيبية أو عن طريقة التعويض هنا عوضنا هنا وبس تأكدنا من الحل تأكدنا من الحل انه واحد واربعين اللي هو الباقي اسمه الباقي هذه نظرية الباقي زين اي مما يأتي يصف عدد جذور المعادلة يا سلام هذه الحركة اللي قبله شوي شوفوا الآن أبيجي بحلها أبيحلها لها شا سوي نفس الحركة اللي قبله شوي خلنا نحط اللونة أحمر عشان هيو يصير أوضح ها نفس الحكاية اللي هذا الربع فوق وغير إشارة تحت خلنا نمشي الربع فوق ربع سالب 6 ربعها ربع العدد يصير 36 ركز معي 36 ناقص زين 36 ربعها سالب 6 ربع تصير 36 بالموجة بنتبه ثم الأول أضربه بالأخير واضربه في أربعة اثنين في تسعة ثمانطعش ثمانطعش ضربه أربعة اثنين وسبعين صح اه اثنين وسبعين صح زين الآن صار ستة ذاتين ناقص اثنين وسبعين يصير كم يصير كم وحطه تحت الجذر كم يصير يطرع الناتب موجب ولا سالب انتبهوا ستة ذاتين ناقص ايوه يطرع سالب ستة ذاتين سالب ستة ذاتين هو قال كمل ولا ما قال كمل اثن مدام سالب ستة ذاتين اثن الجذران شن هو مركبان ايوه مركبان ايوه مركبان ايوه مركبان يلا لو قال لجيب المركبان لو اعكس الاشارة يصير زايد ستة موجبه وسالب زين هذا جذر ستة ذاتين كم يصير يصير ستة كشنو يصير ستة ايش اي ستة اي على اروح لهذا اضربه باثنين شوف هذا اضربه باثنين هذا اللي هنا اضربه باثنين يصير كم على كم على اربعة على اربعة وممكن ابسط يصير على اثنين وهذا يصير ثلاثة وهذا ثلاثة وانتهى الحل الان جبت الجذرين ومترافقين اسميهم مترافقين هذه الحركة على طول جبت لك انهم جذرات جذران حسب المميز اشوفه المميز طلع سالب جذران مركبان المميز طلع صفر جذر حقيقي واحد ومكرر اذا كانت جذر موجب جذران حقيقيا اذا طلع الجذر موجب قبل شوية خمسة جذران حقيقيان زي هذا خمسة وهنا ايو هذا هو موجب جذران حقيقيان اذا هنا جذران مركبان جذران مركبان الشاشة واضحة بسط العبارة التالية الان لازم في هذه لازم يذكر انا الايي leaf ساوي صفر ايه والصفر ايه والصفر لازم يذكر هنا بالشرط ان الاي لا تساوي صفر لان اذا ايي اذا ايي تساوي صفر الصفر والصفر غير معرف اذا هذا الصفر طلع واحد يطلع واحد زيء هنا ثلاثة في اثنين والاثنين مربعة انتبه هذي اول شي فك التربيع فك التربيع الان يصير ربع الاثنين يطلع اربعة وهذي ايه والثلاثة والثثنين قوتين ما بعض يصير ايه والستة ايه والستة زين برب بي اوس اثنين اوس اثنين يصير بي اوس اربعة بي اوس اربعة المالسة مدرش شجا وهذه صارت اربعة اربعة في ثلاثة ثناعش وين اattenعش يابي يبقى وش هو ويبقى البي هذي البي مع البي اوس اربعة يصير بي اوس ستة البي اوس ستة إذن ومع الثلاثة ثلاثة اضربها في ثلاثة تصير اثناعش تصير اثناعش اللي في فقرة ايه فقرة ايه مادي اش جاهد الفرسل مندي فقرة ايه زين اكتب المعادلة التربعية التي جذراها ثلاثة وسالب ثمانية مدام جذراها ثلاثة وسالب ثمانية تذكر الصندوق يعني هذي قبل الله تجي هنا قبل الله تصير بالصندوق كم كانت كانت اكس ناقص كم تذكر كانت اكس ناقص ولا زايد ثلاثة من يقولنا هاي حمود يلا هذي ثلاثة يعني كانت اكس ثلاثة ايوة كانت اكس ناقص ثلاثة وهذي ناقص ثمانية إذن كانت بص بالبولة ترجع الصندوق تصير زايد ثمانية الان اضربهم بعض اضربهم بعض عملية ضرب عادية اكس بي اكس اكس تربية هذا اكس تربية وهذا اكس تربية والاخيرين مع الاخيرين يطلع للاخير سالب 24 وين سالب 24 هذه سالب 24 وهذه سالب 24 زين شون اجيب الوسط الوسط اضرب الطرفين في الوسطين الآن x في سالب 3 سالب 3x وx في 8 8 في x يصير 8x كم يصير الوسطين الوسط الحد الاوسط كم 8x ناقص 3x كم يصير 5x 5x اي فقرة يصير مو سالب 5 لا سالب 5 خطة جيم اذا جيم هذا والدليل عدالك جمعهم موجب 5 اضربهم سالب كأنها تحليل هذه كأنها تحليل اضربهم سالب 24 اجمعهم موجب 5 هذا التحليل هذا التحليل بس غير السؤال كأنه تحليل بس غير السؤال يعني كون المعادلة هذه في الدروس الأخيرة في الباب الثالث واضحة منها يعني بدل ما يقولك حلل لا أنت رجحها لأصلها معادلة تربعية زين هنا اكتب العبارة هذه اي وس أربعة زايد خمسة اي تربيع ناقص ثمانية اذا كان ذلك ممكنا منه لنفس هذه نفس هذه اي وس أربعة اقدر اقسمها اي وس اثنين وس اثنين اذا وش الصح اي الخيارات الصح هذه حلقة تصير عدف نعم هذه هي العبارة التربعية اسمها الصورة التربعية نعم هنا اوجد جميع الاصفار نسبية للدالة نشوف نجرب طبعا نجرب هنا العامل هذا الاساسي هذه استلاثة التربعية بالقانون العام ما تحل بالقانون العام عشان نوقف عشان نربث عشان نكمل شوي ها الجزء الثاني ها هذه ايش اللي يكسم السطاعش ايش اللي يكسم السطاعش اربع اثنين او اربعة او سالة كلهم كلهم الان نجرب نجرب ونشوف حط اثنين اثنين تكعيب ثمانية ناقص اثنين عشر اثنين عشر باثنين انا حطلت اثنين ترى جربت اثنين انا اجرب باثنين انا بشوف اثنين هذي اول وحدة هذي حط اثنين كالني بختار الف حط اثنين اثنين تكلم ثمانية حط اثنين في اثنين سالة باربعشرين ناقص ستة عشر هل اثنين ينفع يصير صفر هل هذا يصير صفر هل ناتج هذا يصير صفر اش رايكم ما يصير صفر ما يحتاج حسبة ما يصير صفر اذا هذا خطأ اول وحدة خطأ حط سالة باثنين نشوف سالة باثنين حط سالة باثنين حط سالة باثنين واستلاثة يطلع سالة ثمانية زين ناقص حط سالة باثنين هنا سالة باثنين في سالة باثنين اش يصير موجب 24 ناقص 16 كم يطلع أنا جربت سالب اثنين يطلع صفر ولا ما يطلع صفر يطلع صفر نعم يطلع صفر سالب اثنين عندي سالب اثنين فقرة دال وفقرة بأ سالب اثنين صفر لكن نشوف الاربعة اربعة نجربها الان حتى الاربعة اربعة واستلاثة كم حسبوها اربعة فاربعة فاربعة حسبوها كم اه في احد ارسل هنا مستبعدة هنا مستبعدة لان ما ما ندخل سالب اثنين يدال 64 يلا بصرع احسبوها ناقص اربعة في اثنائش يصير ناقص كم في اثنائش اربعة في اثنائش كم ثمانية ثمانية واربعين ثمانية واربعين ناقص ستعش يطلع صفر ولا ما يطلع صفر او لا ها 16 وثمانية واربعين يطلع ايش 64 يطلع صفر اذا الخيار الصحيح هو الشو اذا الاربعة صفر هذا الاربعة وسالب اثنين ايضا نصفرها اذا هو اش قال قال جميع الاصفار اذا هذا اذا الخيار ايش ب الخيار ايش ب الان كم الوقت بالله الوقت كم الحين 10 45 لا البث تقريبا يلا اجابة صحيحة اثنين طبعا هذا كم النظير الضربي هذا اثنين وخمس يصير اثنين في خمسة عشرة زود واحد 11 على خمسة هل النظير الضربي 11 على خمسة هو 11 على خمسة طبعا ترى تطلع هذه بالحسبة خطأ لو قال لي خمسة على 11 يصير صح هنا مدى الدالة هذه هو مجموعة الاعداد الحقيقية المدى لا لو قال لي المجال اقول صح المدى شنو هذي واي اكبر او يساوي كم المدى هذي مية قيمة مطلقة عاصف مية قيمة مطلقة ايوه هذي قيمة مطلقة ولا لا يا فارس اذا قيمة مطلقة نقول واي اكبر او يساوي اثنين هذي مية قيمة هذي ليش دالة اكبر عدد صحيح هذي زد وليس ار هذي مجموعة الاعداد الصحيحة امو من خطى هذي المدى المدى زد هذي وليس مجموعة الاعداد المدى خطى لكن احط لي قيمة مطلقة اظن هي قيمة مطلقة اقول لها شوفها ايه هذي الدالة اكبر عدد صحيح هذي مجا مداها زد زين هين اثنين في ثلاثة هي رتبة المصفوفة هذي خطى خطى مفروض شنو رتبتها العكس ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة ننتبهوا زين هنا عملية طرح ثم جمع اطرح ثلاثة ناقص اربعة زايد صفر شوفوا الحركة ثلاثة ناقص اربعة سالب واحد زايد صفر سالب واحد هذي صح زين اللي بعدها سالب خمسة سالب سبعة يصير كم سالب اثناش سايد ستة سالب اثناش زايد ستة سالب اثناش زايد ستة كم بالله جبوها هذي بالحاسبة تطرع اللي يعرف المصورات سالب خمسة وسالب سبعة سالب اثناش وزايد ستة يطرع سالب ستة نعم صح صح جمعنا جمع حل المعادلة هذه هو العدد ستة الآن لو تحط ستة أو ستلاثة مثلا ستة أو ستلاثة ما تعرفها قول ميتين ستة أو ستلاثة قل ميتين ميتين زايد ميتين كم يطرح هل يمكن يصير صفر لا يمكن يكون صفر إذن ليس أحد لأنك جرب الستة حط الستة هنا ما يطرح صفر حط الستة ما يطرح صفر يمكن لو قال لي سالب ستة ممكن نجرب بعد يطرح سالب زايد لكن بالطريقة هذه يطرح يطرح موجب وليس صفر زين القسمة التركبية قراء فارس يلا عشان نقفل وننشوف القسمة التركبية هي طريقة مختصرة لقسمة كثيرة حدود على ثنائية حد ماذا رأيكم هذه والشيء؟ قسمة تركبية هي طريقة مختصرة لقسمة كثيرة حدود على ثنائية حد موجودة عندكم بالكتاب الظاهر في المراجعة دليل المراجعة موجودة بالكتاب هذه وهي صحيحة زين العبارة هذه تمثل كثيرة تدود من الدرجة الثانية شو رأيكم؟ صح ولا خطأ؟ يلا اللي تتابعون نورها تقول خطأ سبب وش رأيكم؟ ليش خطأ؟ تقول سالة لما أسس سالبة هذا الأسس السالب هو اللي نسبب لنا مشكلة الأسس السالب ما نقول كثيرة حدود ما نقول كثيرة حدود الأسس السالب أو إذا كان الأكسر تحت أو فيها جذر شوف هذه ثلاث ممناعات ثلاث ممناعات في كثيرة حدود الجذر ممنوع واحدة لأكس ممنوع أن الأكس يصير تحت في المقام والأسس السالب ممنوع سالب واحد سالب اثنين إذا ثلاث ممنوعات في كثيرة حدود اكتبوها ممنوعات كثيرة حدود ثلاثة ألا يكون فيها جذر جذر المتغير ولا المتغير يكون في المقام ولا الأسس يكون سالبا الأسس لا يكون سالبا ولا يكون نسبي الاسمه يكون عدد نسبي يعني كسري لا يكون نص أو سالب ولا نص ولا سالب هذا النص هذا هو واضح إذن هذه ليست أصلاً بالأصل لا تمثل كدرة حدود لكن لو شال السالب هذا قلنا صح درجة ثانية لكن إذن الجواب الصحيح إنه خطأ هذا خطأ لو شال هذا سالب صح عدد أصفار دالت كثيرة حدود لا يزيد على درجتها يعني وحدة مثلاً درجة ثانية وحدة درجة ثانية هل أصفارها أصفارها ثلاثة في درجة ثانية تذكرون الأصفار إذن هذا الصح والخطأ لا يزيد على درجتها نعم لا يزيد يساوي هو نوقف هنا هذه حلناها رسلنا لكم الحل هذا رسلناها الحل الحل المثل هذه ثم هذه ثم هذه بالرسم ثم نعوض بالدالة ومحلول بالتفصيل إن شاء الله أرسلكم الرابط موجود صندوق الوصف الحل بالرسم البياني بالوضوح ثم حل النظام التالي باستخدام قاعدة كرمر على السريع نحل قاعدة كرمر قبل أن حلو هذا السؤال هذا السؤال حلو يلا يلا قاعدة كرمر نجيب الدلتا بسم الله نجيب دلتا شرحناها في المقطع سابق ودلتا اكس ودلتا واي يساوي ويساوي ويساوي يلا هذي عندك عددين تحت بعض وهذولا عددين تحت بعض وهذولا عددين تحت ثلاثة أول شي جيب الاثنين هذولا طبعا هذا النظام مرتن يمتغيرين سواء اكس واي ولا اي وبي ولا هو جيب العددين الأول هطهما بعض يعني أربعة وكم اللي تحت بعض أربعة وانتبه للإشارة أربعة وستة ساعدوني بالحسابة بصراحة يا جماعة بالحاسبة اللي عندك وحاسبة وهنا سالب اثنين انتبه للإشارة سالب اثنين وتسعة حمود معنا وتسعة ثم نجيب المحددة هذي والمحددة هذي زين هذولا اللي يقولون حنا رازعين نفسنا نقول لا ليش ما نشارك حنا يعني ليش ما ندور صير مرة هنا ومرة ستأخذ هذا سوي زحمة هذا العددين هذول الثوابت اللي بعد يساوي ياخذون دور بدل اكس ومرة دور بدل واي بدل اكس نسميها دلتا اكس إذن حط هنا ثلين وعشرين وحط هنا سالب ثلاثة بالله واحد يحسب المحددة هذه واحد يحسب المحددة الثانية والثالثة بالله أحسبوها هنا سالب اثنين زي ما هي سالب اثنين وتسعة زين هنا هنا الآن هذي اثنين وعشرين وسالب ثلاثة لزقة مرة صارت دحمت صارت سوت تقول أنا أجلس معكم أنا بصير معكم أبصف معكم مرة صارت بدل الاكس صارت هنا شالة الاكسات حطينا هنا ومرة صارت بدل الواي يعني هنا اثنين وعشرين مرة بدل معاملات الواي اثنين وعشرين وهنا سالب ثلاثة هنا رجعت زي ما هي الاربعة والستة اللي هي معاملات اكس يعني بالعربي هذه تقول أنا عبروني هذولا اللي هنا اللي بره مرة يصيرون مكان هذولا ومرة يصيرون مكان هذولا أتمنى تكون وضحت ألا نحسب المحددات وخلاص وخلاص احسب المحددات بالله السريع بالله تسعة فاربعة ستة وثلاثين ناقص اثنى عش ناقص ناقص اثنى عش يصير زايد اثنى عش كم يصير ثمان واربعين ثمان واربعين ثمان واربعين وخلاص احفظها هذي هذي تسعة فاربعين وعشرين تسعة فاربعين وعشرين بالله حسب عندكم تسعة فاربعين وعشرين وخلاص احفظها هذي تسعة فاربعين وعشرين مية وثمان وعشرين يلا ناقص هذا ستة ناقص ستة يصير كم ناقص ستة يقول مية واثنين وعشرين الاخيرة كم تطلع اربع في سالب ثلاثة سالب ثلاثة ستة في ثلاثة وعشرين ناقص ستة في ثلاثة وعشرين ناقص ناقص كم ستة في ثلاثة وعشرين مع اي شباب مية وثلاثين مية وثلاثين مية وثلاثين كم يصير الناتج انها يصير سالب مية واربع واربعين سالب الان ابي اكس خلاص سهلا نجيب هذا ناتجها على دلتال اكس على الدلتا مية وثلاثين ناقص بوها بالله على ثمان واربعين مية وثلاثين على ثمان واربعين وهذه الواي ناتجها كم اكس كم يسوي اربعة اكس يسوي اربعة يا السلام وهذه يقسمها على ثمان واربعين كم تصير سالب هذي عشرون هذي ناتجها سالب ثلاثة ايوه سالب ثلاثة سالب ثلاثة تبتأكد من الحل لازم تتأكد من الحل عشان نعلمكم بطريقة عشان تتأكدوا من الحل سالب ثلاثة حط هنا اكس اربعة وحط هذي سالب ثلاثة وشي بالحل اطلع اثنين وعشرين صح اربعة فاربعة ستة عشر ناقص اثنين في ناقص ثلاثة يطلع ستة ستة وستة اثنين وعشرين وحط هنا ايضا اربعة وحط هنا سالب ثلاثة اربعة في ستة اربعة وعشرين وناقص التسعة في سالب ثلاثة سالب سبع عشرين اربعة وعشرين ناقص سبع ثلاثة سالب ثلاثة نعم حلت هذا الحل هذا الحل ممكن يجيك السؤال يقول الحل هو هو يقولك ممكن يجيك السؤال يقول الحل النظام هذا هو اربعة وسالب ثلاثة هو اربعة وسالب ثلاثة اتجرب انت حط اربعة بدلا ما تحل جرب حط اربعة الاكس طبعا الاكس هذي دايما يحطك كذا النظام كذا اربعة يلا وناقص ثلاثة جرب انت حط هذي الاولى بده الاكس حطه الثاني بده الواي وخلاص وانتهت وبس زين هندسة تعطى مساحة مثلث مستطيل بالعبارة لين اكس تربية ناقص 11 اكس زايد ثلاثة هذي المساحة فاذا كان عرض المستطيل يساوي شون انتوا فاهمتوا شي جماعة مساحة مثلث مستطيل شون مثلث خطه هذي مثلث هذي زيادة الكلمة هذي اذا مساحة مستطيل تعطى هذي مساحة المستطيل هذي فاذا كان عرض المستطيل يساوي اثنين اكس ناقص خمسة فاوجد طولة حلو السؤال هذا فيه فكرة يعني هذا مستطيل زين عرضه اثنين اكس اثنين اكس ناقص خمسة فاوجد طولة كم هذا معنا ان مساحته اثنين اكس تربيع ناقص 11 اكس زايد خمسة عش ابا اوضح لكم طريقة ثانية لو قال لهذا مستطيل هذا اربعة وهذا ما ادري كم وهذا اربع عشرين مساحته اصلا المستطيل الطول في العرض صح يعني هذا ضرب هذا طلع اربع عشرين صح اربعة في هذا المجهول طلع اربع عشرين لو عطاني المساحة الان شا سوي عشان اجيب المجهول هذا تضرب اربعة بستة ايوة لا اصلا لا ما ما تعرف الستة انت ما تعرف الستة انت انت جبت الناتج لا لو ما تعرف الستة شا تسوي الاربع عشرين ايش عشان اجيبها اربع عشرين تكسم ايوة تكسم اذا عطاني المساحة وعطاني العرض ابي اجيب الطول اكسم هذه المساحة تساوي الطول طول طا في العرض اكسم ابي الطول طا اكسم على عين بس اكسم يلا نمسك هذه نكسمها على طول اجيبها يلا اكسم اثنين اكس تربيع ناقص 11 اكس زايد 15 اكسمها على اثنين اكس ناقص خمسة بالقسم الطويلة او التركبية خطوة خطوة وسهلة ان شاء الله تكون هنقول ناخذ قرى مزرق يلا اول شي نبدأ بالعنصر الاول اثنين اكس تربيع اكسم على اثنين اكس معي اثنين على اثنين يطلع واحد اكس تربيع على اكس يبقى اكس هنا اكس ثم اكس في اثنين اكس يطلع اثنين اكس تربيع افضل من القسمة التركبية عشان لانها ترخبطكم لو حط لاناقص خمسة سهلة غير اشارات غير اشارة تروح هذا مع هذا غير اشارة يصير 11 اكس اسف اسف لا طلع اكس صح طلع اكس هنا اضربها في اثنين اكس اضربها في خمسة نسينا اضربها في سالب خمسة يصير سالب خمسة اكس سالب خمسة اكس معلش الآن نغير اشارات الآن الاكس اللي هنا الناتجة هذه ضربتها في الاول واضربها في الثاني ما انسى نسيت رسالب خمسة هنا الآن نغير اشارات تروح هذا مع هذا غير اشارات يصير سالب 11 زايد نغير اشارات بحركة لون اخر اخضر هذه تصير ناقص هذه تصير زايد زين الآن تصير كم سالب 11 اكس زايد خمسة اكس يصير سالب ستة اكس ستة اكس الآن اكسم سالب ستة اكس اكسمه على اثنين اكس يصير سالب كم سالب ستة اصلا يصير سالب ثلاثة ايش اكس وتروح اكس لا لا اي 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 و trop حسب الح adjective أيها تروح للهوقس أحسنت منه حمود سالب ستة على اثنين سالب ستة اكس على اثنين اكس تروح الهيكس يبقى سالب ستة على اثنين سالب ثلاثة الآن نضرب في اثنين اكس يصير سالب ستة اكس سالب ثلاثة في سالب خمسة يصير ايش موجب خمسة عيش موجه بخمسة عشر. وهنا نسينا ننزل الموجه بخمسة عشر. الموجه بخمسة عشر نسيناها. الان اطرح. الان اطرح يروحون صفر وهذا صفر كمان. اذا طرحت صفر. اذا نكمل طولة كم يصير. مدام هذه اثنين اكس ناقص خمسة طولة يصير اكس ناقص ثلاثة. طولة اكس ناقص ثلاثة. تبي تأكد اضرب اكس ناقص ثلاثة في اثنين اكس ناقص خمسة. يطرح هذا. وانتهى الحل. زين هذا السؤال المهم جدا ويجي في الاختبار. ذنا لكم يجي في الاختبار. انتهى الحل. هذا. اخر سؤال وهو الاخير ولا همهم. اولا. لو طلب المجال. لو طلب المجال. احنا بنغير السؤال. نقول لكم لو زاد عليه المجال. اه. متعمد انا. الراحي سار سهم. ومين سهم? اذا المجال وش هو? ار. ار. المجال ار. المدى ار. لكن لو 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 هذا السهم فوق. صارت طبعا زوجية. لو السهم فوق يصير المدى انزل اقل شي هذا. اخر نقطة تحت. اخر نقطة تحت مثلا انها سالب واحد فرضا. سالب واحد. يصير واي او الدالة واي اكبر او يساوي كام? سالب واحد. او اقول من سالب واحد الى ما لنهاية. واضح المدى. المدى واضح? واضح. اذا واحد فوق وواحد تحت المجال ار وار. لكن المدى اذا كلهم فوق. اذا المدى يصير من تحت. زين اذا كلهم تحت يصير المدى من فوق وتحت. اتمنى تكونوا ضحت خلاص. لان هذا انا مهمة عندي. انك تعرف المجال والمدى. زين صف السلوك. صف سلوك ها. ها. اقول عندما اكس. تروح لما لنهاية يعني مين? فان الدالة افكس. وين تروح? اذا رحتي مين? انت رحتي مين? السهم وين يروح? تحت? يعني تروح ليش? ما لنهاية او لا سالما لنهاية? سالما لنهاية. سالما لنهاية. زين اذا كانت الاكس راحتي سار راحتي سالا حتى كذا. هذي تكتبها فيس وعد كذا. وهنا تكتب عندما اكس عندما افكس. تروح وين? اذا رحتي سار السهم وين يروح? فوق. مال نهاية. فوق. طبعا اذا هي زوجية ولا فردية. حدد درجة الدالة. هل هي الدرجة فردية ولا زوجية? ها. فردية ولا زوجية? في طريقة نقدر نحلها بسهم. اسهم اذا اختلفوا اتفاختة وفردية. فردية. فردية. اذا اتفقوا زوجية. زوجية الدرجة. اذا اختلفوا فردية. ها. عدد الاصفار الان الحقيقية اللي هي مقاطع اكس. في ناس يسمونها مقاطع اكس او اصفار الدالة. مقاطع او جذور الدالة. مقاطع اكس. وينما يقطع عند منه ال اكس. يقطع هنا. يقطع هنا. وهنا. 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 احسبوها بس كم مقطع. خمسة. خمس مقاطع. اذا عدد الاصفار خمسة. لانها فردية اصلا. فردية الدرجة. فردية الدرجة. هذا السؤال مهم جدا يجي في الاختبار. واحيانا اذا شفت الرسمة خالص. لازم تعرف الخصائص. الخصائص هو الشيء. المجال والمداء. سلوك طرف التمثيل. حدد الدرجة فردية ولا زوجية. نشوف كم العداد اصلا اذا عرفت اذا هذا خمسة. اذا هذا خمسة خالص فردية. اذا ثلاثة فردية. اذا اثنين او اربعة او ستة زوجية. وبذلك انتهت الاسئلة. مبارك الله فيكم موفقين. راجعوا الدروس كلها. الله يحفظكم. وراح ننضع في صندوق الوصف. وايضا في قناتنا وفي البثوث. اه شيء جميل يساعدكم بذن الله عز وجل. راجعوا. ترى وقلنا نعيد ونكرر. الكتاب المدرسي هو الاساس والدروس اللي موجودة في منصة مدرستي. اللي هو قناة عين اللي اتحتها الوزارة. وزارة التعليم. شكور الله يعطيهم العافية. والمدرسين الافاضل المعتمدين بالوزارة. خير وبركة. يكفون ووفقون. وايضا المدرسينكم في المدارس. ايضا يكفون ان شاء الله ما يقصرون معكم. وانتم شدوا حيلكم وارفع مستواكم. من اجل القدرات. من اجل التحصيل. من اجل ما بعد الثنوية. خل الثنوية هذه بوابة. للعبور. للتفوق. للابداع. وفالكم التوفيق. ويعطيكم العافية. جميعا. ونختم حنا. نقفل البث. يعطيكم العافية. وشرفتونا اللي على يوتيوب.